اشتركوا في القناة ليس شيء افضل لمن يريد التقرب الى الله او الوصول الى الله تبارك وتعالى من السائلين الى الله من الجنوس الى عارف لله وهذا العارف لله له شروع بهذا الظهر وهو الذي تمت به هذه الشروع حاله ينهض همتك اذا رأيته رأيت فيه صلاح الصالحين وفلاح الفارقين وجهاد المجاهدين ونسك الناس وتودها العاشقين وتولها المحبين ورأيت فيه انوارا ظاهر واحوالا قاهر تصحبه فيسمو بك تصغي اليه فيعلو بك لذلك قالوا لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله لماذا قال لا يدلك على الله مقاله لان هناك من يدلك مقاله لا الى الله إما الى الدنيا وزهرتها وإما الى فتنتها ومباهيكها وإما الى رؤية نفسه وإما الى رؤية نفسك وإما الى اي سوى مما سوى الله تبارك وتعالى فما تدلك على الله إذن لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله لذلك قال في حكمة أخرى ربما أراك الإحسان منك وأنت مسير طبعا من هو أسوأ حالا منك الذي هو أسوأ حالا منك إذا صحبته لابد أن يحدث بينك وبينه ما يسمى بالمجاملات متغطية هل لا يسر على هذا هذا يغطي على هذا فينشغلون بأنفسهم ينشغل كلاهما لنفسه أو بنفس صاحبه عن الله تبارك وتعالى فلذلك لابد من أن يسمى يقول الإمام الشازري قبل الله عنه لا تنخل قدمين إلا إلى حيث ترفيه سواد الله ولا تجلس إلا حيث تأمن غالبا من مغصية الله ولا تستفل نفسك أي لا تختار لصحبة نفسك إلا من تزداد به يقينا رفديل الله وحدد في نصيحة الأخرى عندما تصحب إنسانا فإما أن يؤثرك على نفسك أو يؤثر نفسه عليه فهو في هذه الحال يقول لك لا تصحب من يؤثر نفسه عليك فإنه له ولا من يؤثرك على نفسه أي دائما فقد لا يدوم أي فقد ما يدوم على ذلك واصحب من إذا ذكر ذكر الله يصحب من إذا ذكر ذكر الله فلذلك الصحبة بالنسبة لإخوان ترى فيها هذه الصفات أثناء شرحها إليها لا بد تصحب ولكن لا بد أن تصحب أعرف من تصحب الصحبة صنة جارية صحب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فلذلك كان من أشرف أسمائهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلتفت إلى أي لقب من الألقاب أكثر الألقاب مجبورة في القرآن في القرآن الزاكرين في القرآن الخاشرين المؤمنين القانتين إلى غير ذلك من الألقاب ولكنهم لم يختاروا إسما أو لقبا واحدا على إسم الصحبة فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضل الذي منى الله به عليهم كله مشتق من هذه الصحبة هذه الصحبة كان لها الأثم العظيم في نفوس الصحابة فأحدهم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة فيصل إلى الله ويصل إلى غايات العلم والمعرفة ويصل إلى أعلى حدود الجهاد في سبيل الله ويصل إلى أعلى أعلى مراتب المتاهدة والنسك في الله كل ذلك يتحقق للواحد منهم بمدرد أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول المفتاح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر